نشفة الأخبار السورية من القناة الأعلامية الثانية لبنت سوريا حرر الجيش السوري منطقة دورين بريف اللاذقية شمال غربي البلاد بعد أن استعاد في وقت سابق تلت دورين الاستراتيجية وتعاد البلدة خط دفاع الأول لجماعات المسلحة المتمركزة في بلدة سلمة باعتبارها طريق إمدادهم في ريف أدلب الشمالي الشرقي إنجاز جديد يحققه الجيش السوري بالتعاون مع الدفاع الوطني في ريف اللاذقية الشمالية بلدة دورين بالكامل تحت سيطرة الجيش وذلك بعد عملية عسكرية واسعة سيطرة فيها على تل دورين الاستراتيجي والمطل على البلدة جبال وصخور وغابات هذه هي طبيعة المنطقة التي استطاع الجيش السوري تطهيرها من المجموعات المسلحة والتي تعتبر خط الدفاع الأول عن بلدة سلمة المعقل الرئيسي للمسلحين في ريف اللاذقية الشمالية وطريق إمداد نحو ريف إدلب الشمالي الشرقي هذا الانتصال الذي حققه الجيش العربي السوري لانتصار بانتصارين الانتصار الأول بأنه يشدد الخناقة لهؤلاء الارهاب الإرهابيين ويعطي قوة دافئة للجيش العربي السوري في التقدم باتجاه سلمة إضافة بأنها قطع الإمداد لهؤلاء الارهاب الإرهابيين باعتباره شريان الأول باعتباره أنه يشكل على الحالة الاستراتيجية الأولى والنوعية لهم في الشمال الرزقية ومع تطهير بلدة دورين يكون الجيش قد قطع شريان أمداد مهم على المجموعات المسلحة المتحصنة في بلدة سلمة وضيق مساحة الحركة عليها بالإضافة إلى قرب إنهاء تواجد المسلحين في ريف اللاذقية الشمالية من ريف اللاذقية الشمالية علي علي العالم هذا وقتل أمير جماعة داعش الإرهابية في جنوب غرب مدينة حمى أبي عمار جزراوي مع 26 من عناصره في غارة جوية للجيش السوري قرب بلدة حمادي عمر وسط البلد وأعلن بيان لداعش على تويتر مقتل الجزراوي واسمه الحقيقي ذيب حديجان العتيبي ودمر جيش قافلة وأليات عسكرية وقضع على عشرات المسلحين في اللطامنة والعقيربات والقصط الجنوبي بريفي حمى وقتل مسؤول جبهة النصرة في بلدة بيت سحم بريفي دمشق الجنوبي المدعو أبو رامز بططية كما حرر قرية أبو حارات شمال شرق السويداء ودمر الجيش السوري مستوضعات للأسلحة والدخيرة للمسلحين وقتل عددا منهم في كفر ناسج وعقربة وشيخ مسكين وزمري تجددت الاجتباكات بين اللجان الشعبية التي تدافع عن بلدتين أبول والزهراء في ريف حلب الشمالي مع المسلحين من الجهة الجنوبية لبلدة الزهراء وقال مراسل العالم أن اللجان الشعبية صدت إرهابي جبهة النصرة في الجهة الجنوبية من بلدة الزهراء من جهة جمعية الجود السكنية وتقوم المجموعات المسلحة بمحاولات يائسة لاقتحام البلدتين وتقصفهما بالصواريخ والقضائف العشوائية يشار إلى أن المدينتين تتعرضان إلى حصار متبق منذ نحو عامين من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا وقطر والسعودية من جهة ثانية المندوب السوري لدى مجلس الأمن بشار الجعفري قال أن رئيس بشار الأسد يمكنه تنفيذ أي حل وأن الوقت قد حان كي يقبل الغرب بأنه باق في السلطة وضف الجعفري أن ما يجري في بلاد حرب إرهاب دولي وأكد أن الوقت قد حان كي تتخلى القوى الغربية عن استراتيجية فاشلة تقوم على محاولة تقسيم منطقة الشرق الأوسط إلى جيوب طائفية وكشف الجعفري أن وفودا أوروبية عديدة زارت دمشق لطلب تعزيز التعاون ضد الإرهاب وقال إن بعض الدول تخلق ذراء على مواصلة العدوان على سيادة السورية هناك من يريد أن يسيء استخدام فريق تقصي الحقائق لكي يضع الحكومة السورية في الزاوية ويتهمها باستخدام غاز بفلورين في حين أن الحكومة السورية هي التي طلبت التحقيق في استخدام غاز بفلورين ومع ذلك فريق تقصي الحقائق لم يذهب إلى القرى الخمس التي حدث فيها استخدام غاز بفلورين هذا الكتاب صهر قبل حوالي شهر شهرين الكتاب يتحدث عن ضلوع وزير خارجية فرنسا فابوس في فبركة موضوع القرائن الكيموية وكيف فبرك تهريب ما يسمى بالقرائن خارج منطقة الغوطة إلى السفارة الفرنسية في لبنان ومن ثم إلى السفارة الفرنسية في عمان إلى سوريا حيث أفاد مراسل الميادين في حلب بأن الجيش السوري حاصر مجموعة من المسلحين تحصنت في مزرعة قرب حندرات في ريف حلب الشمالي حيث أوقع عدد من القتل والجرح في صفوفهم يأتي ذلك فيما نفت مصادر خاصة للميادين ما تناقلته مواقع تابعة للمعارضة عن سيطرة المجموعات المسلحة على تلة المضافة الاستراتيجية في محيط قرية حندرات وأكدت المصادر أن الفصائل المسلحة لم تحرز أي تقدم في المنطقة وكان مراسل الميادين قد أفاد بمقتل أكثر من عشرين مسلحة من جبهة مصر والجبهة الشمية في كمين للجيش السوري قرب بلدة باشكوي في ريف حلب الشمالي وضح أن الجيش السوري تمكن من صد أول هجوم على باشكوي قتل العشرات من المسلحين لمزيد من التفاصيل حول ما يجري في حلب ينضم إلينا مراسل الميادين من هناك رضا الباشة تفضل رضا نعم هنا فعلا الجبعات المسلحة تعمل الآن جاهدة للتقدم باتجاه تلة المضافة تدرك الجماعات المسلحة أهمية هذه التلة لأن السيطرة عليها تعني قطع خطوط إمداد الجيش السوري واتجاه بلدة حدارات إضافة إلى بلدة باشكوي حشدت مئات المقاتلين كما دعت لأحضار مقاتلين أيضا من ريف أدلب حيث قتل عدد مقادة الفصائل المسلحة من ريف أدلب قتلوا في قرب تلة المضافة الأعداد من المسلحين حسب ما ورد من هناك بأن الأعداد تتجاوز 800 مقاتل من الجماعات المسلحة في تلة المضافة تشهد اشتباكات عنيفة جدا تدخل فيها الطيران الحربي في الجيش السوري الذي يقصف خطوط إمداد المسلحين بالقرب من تلة المضافة إضافة إلى دخول المسلحية السقيلة للجيش السوري على خط الاشتباكات إضافة إلى أن الجماعات المسلحة تعمل على استفادة من كافة أنواع الأسلحة على أن تستطيع أن تتقدم اتجاه تلة المضافة بالنسبة لبقية الجبهات تبدو هادئة نسبيا مقايسة مع تلة المضافة التي تسعى الجماعات المسلحة للسيطرة عليها وبالعودة إلى سياق النشر وتحديدا الملف السوري فميدانيا أيضا تمكن الجيش السوري من بسط سيطرته على قرية أبو حارات شمال مطار خلخلة في ريف السويداء الشمالي بعد طرد المجموعات المسلحة منها وبالقرب من الطريق الدولي الواصل بين دمشق والسويداء واستخدم الجيش السوري المروحيات الهجومية في المعركة وفي ريف اللادقية الشرقية واصل الجيش السوري تثبيت مواقعه في بلدة دورين بعد استعادته السيطرة على التلة الاستراتيجية في تلك المنطقة وهي سيطرة نتاحت له لشرافة بن نيران على مواقع المسلحين وتقدم وحداته نحو البلدة واستعادتها السيطرة على دورين في ريف اللادقية الشرقي تضع الجيش السوري في تماث مباشر مع بلدة سلمة أكبر معاقل المسلحين في ذلك الريف وتضييق الخناق عليهم بعد التحكم بأهم طرق الإمداد والانسحاب عبر دورين عملية مباغتة شنها الجيش السوري وحلفائه في المنطقة ما هد لها بالقصف المدفعي والكثافة النارية التي أجبرت المسلحين على الانكفاء نحو سلمة ما سمح للجيش باستعادة البلدة سريعا بعد استعادة التل القريب منها وقد عمل قناصة المسلحين على عرقلة تقدم الجيش واستهدفوا آلياته لمنعه من الاقتراب من دفاعاتهم الأولى عن سلمة التي أصبحت تحت السيطرة النارية للجيش السوري قمنا بإزال جميع التفخيخات الموجودة على الطرقات لتسهيل حركة القوات في المنطقة الجيش تمكن من قتل أعداد من المسلحين وفكك عشرات العبوات والألغم التي كانوا قد زرعوها على سفوح التل وأقام تحصينات جديدة لمنع أي محاولة تسلل المسلحين باتجاه التل أو البلد معركة تلال صعبة وشقة للجيش السوري في جغرافيا معقدة وفي ظل صعوبة قطع طرق الإمداد عن المسلحين الواصلة حتى الحدود التركية يتبع الجيش استراتيجية تقطيع أصال المسلحين وعزلهم ناريا بغية إضعافهم في المنطقة وعرقلة تحركهم عبر محاورها السيطرة على دورين المفتاح الرئيسي في الوصول إلى سلمة ووصل ريف اللادقية بريف إدلب لتأمين خطوط إمداد لقواته إلى إدلب المدينة وحلب بحث رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام مع نائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية سين هونغ تشول بحث معه العلاقات بين البلدين والتعاون البرلماني وأكدت شول قدرة سوريا قيادة وحكومة وشعبا على تحقيق الانتصارات ضد الإرهابين التكفيريين مجددا تأكيده على استمرار دعم بلاده لصمود الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية التي تشن ضده بدوره أشار الحامل ضرورة قيام الدول المناهضة للهيمنة الغربية بتشكيل جبهة سياسية موحدة في مواجهة الإرهاب الدولي وداعميه ومموليه سواء عبر العمل البرلماني المشترك أو من خلال السلطات التنفيذية وعلى مختلف المستويات واستعرض أيضا السيد الحام ما تتعرض له سوريا من حرب إرهابية ظالمة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الاستعماري بهدف زعزعة أمنها واستقرارها وحرفها عن ثوابتها الوطنية والقومية وأعرب اللحام عن تقديره لمواقف كوريا الديمقراطية الداعمة للشعب السوري في مواجهة الإرهاب الذي يتعرض له داعيا إلى تطوير العلاقات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين كما أكد الدكتور والحلقي رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه وزير خارجية كوريا الديمقراطية والوفد المرافق أكد أن سوريا وكوريا الديمقراطية تقفان في خندق واحد في مواجهة الإمبريالية العالمية والصيونية والهيمنة الأمريكية على مقدرات الشعوب وأكد الحلقي أن سوريا وكوريا الديمقراطية تدفعان ثمن تصديهما للمشاريع الصهي وأمريكية وعدم رضوخهما للإملاءات الأمريكية والغربية إيمانا منهما بالثوابت الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها دون تدخل خارجي وأشدد الحلقي على أن سوريا ماضية في محاربة الإرهاب والقضاء عليه حتى عودة الأمن والاستقرار إلى ربوعها من جهته عبر نائب وزير الخارجي الكوري الديمقراطي عن حرص حكومة بلاده على تفعيل التعاون الثنائي ووقوف القيادة والشعب في كوريا الديمقراطية إلى جانب الشعب والقيادة في سوريا في وجه الحرب الإرهابية التي يواجهونها وفي الإطار نفسه بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مع نائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية سين هونغ تشول والوفد المرافق بحث معه أواصر الصداقة العميقة التي تجمع بين شعبي البلدين وقيادتيهما على المستويات كافة وشرح المعلم أبعد المؤامرة الكونية التي تستهدف سوريا وأنها وصلت إلى طريق مزدود بعد أربع سنوات نتيجة صمود شعبنا وجيشنا وبسالة قواتنا المسلحة الباسلة مؤكدا أن سوريا مصممة على مكافحة الإرهاب والدفاع عن شعبها ومصالحه وعلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات كلها من جانبها أكد رئيس الوفد الكوري استمرار تأييد بلاده لسوريا وقيادتها في حربها ضد الإرهاب المدعوم من الغرب وبعض الدول العربية والإقليمية كما التقت الدكتورة فيروز الموسى عضو القيادة القطرية لحزب البعث رئيسة مكتب التعليم العالي القطري رئيسة جمعية الصداقة السورية الكورية التقت وفد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وعبرت موسى عن اعتزاز القيادة السورية والحكومة والشعب السوري بالعلاقات المميزة بين البلدين وعن شكر سوريا قيادة وشعبا لدور كوريا منذ بداية الحرب الكونية على سوريا واستعرضت الدكتورة موسى تجربة سوريا في مجال التعليم العالي ومجالات أخرى يمكن لجمعية الصداقة السورية الكورية تطويرها بما ينعكس إجابا على البلدين وتقريب المسافات بينهما بدوره شكر رئيس الوفد نائب وزير الخارجية شكر دمشق على هذه الحفاوة والتكريم مؤكدا وقوف كوريا مع سوريا دوما في المجالات كلها وأنها تؤيد القضية العديلة للشعب السوري مشيرا إلى ضرورة زيادة التبادل في المجالات العلمية والابتصادية كما بحث وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادريم عنائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية بحث معه السبل تطوير التعاون الزراعي بين الجانبين والاستفادة من التجارب الكورية في مجال تربية دودة الحرير وأكد القادر أهمية ومتانة العلاقة بين البلدين ولسيما التعاون في مجال وقاية النبات والحراج وتطوير الثروة الحيوانية وتبادل السلالات الحيوانية المحسنة وراثيا لافتا إلى وجود مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال التعاون الزراعي وذكر وزير الزراع أنه سيتم تدريب كادرا فنيا زراعيا سوري لإنتاج بيوض دودة الحرير ونقل الخبرات الكورية في هذا المجال كما سيتم تبادل الخبرات في مجال الثروة الحيوانية ونقل التقانات الحديثة وتبادلها مع مراكز الأبحاث العلمية الزراعية الكورية من جانبه أكد نائب وزير الخارجي الكوري ديمقراطي استعداد بلاده لتقديم كامل أنواع الدعم لسوريا فالمجالات كلها بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الاقتصاد السوري القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي أكدت أن ذكرى ثورة الثامن من آذار تمر وسوريا تحقق الانتصارات على التنظيمات الإرهابية ودعميها ويواصل الجيش العربي السوري تقدمه ملحقا خسائر فادحة بالإرهابين المرتزقة أوضحت القيادة القومية في بيان لها بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لثورة الثامن من آذار أن ثورة الثامن من آذار التي قامت عام 63 وتسيمائة وألف كبرت وترسخت إنجازاتها في ظل حركة التصيح واستمرت في عهد التطوير والتحديث وتجاوزت العقبات كلها بفضل ارتكازها على قاعدة شعبية وطنية صلبة آمنت بالثورة وأعطتها زخما قويا وأكدت القيادة القومية أن الشعب العربي السوري واجه الخسائر المادية والمعنوية على مختلف المستويات بإنتاج مبادرات تنم عن وعيه الوطني والقومي وصدق انتمائه الأصيل أشددت القيادة القومية على أن الحفاظ على الفكر القومي والإسلام الصحيح يساعد على صون الهوية القومية والتصدي لمحاولات زرع الفكر المتطرف داخل المجتمع أكدت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن ذكرى ثورة الثامن من آذار تأتي هذا العام في ظروف مواجهة التحدي الإرهابي بعد أربع سنوات من الحرب الكونية الإرهابية على سوريا وأضحت القيادة القطرية في بيان لها أن ثورة آذار جاءت في مرحلة متطورة من التراكم النضالي للجماهير والتزمت باستقلال القرار السياسي والتمسك بالعروبة والمشروع القومي في مواجهة الصهيونية ومشاريع الهيمنة وعملت على دعم المقاومة واختتم البيان بالقول إن الحرب الإرهابية على سوريا أنصع دليل على أننا منذ آذار في الطريق الصحيح وأن واجبنا اليوم هو إضافة إلى الدفاع المستميط عن صروح الاستقلال والتنمية في وجه الإرهاب أن نعمل بكل ما أتينا به من جهد من أجل تطوير هذه الصروح وتخليصها من عثراتها وعيوبها وتعزيز آليات التجديد في مسارها رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني أصدرت بدورها بيانا بمناسبة ذكرى ثورة آذار المجيدة أكدت فيه أن ثورة الثامن من آذار سعت لبناء الدولة والإنسان لأنها ثورة وطنية وقومية في أهدافها وعملها وفكرها وأكد البيان أن ما تشهده سوريا من إرهاب هو خريف قاتل ومؤامرة دولية إرهابية تسعى بتخطيط صهي أمريكي وبأدوات إرهابية إلى تقويض أسس الدولة ومؤسساتها اختتم البيان بالقول أننا في جيش التحرير الفلسطيني ومعنا جماهير شعبنا العربي الفلسطيني نؤكد وثقتنا بنصر سوريا وسقوط رهانات المتآمرين ومخططاتهم في أخبارنا الميدانية أوقعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة قتلى ومصابين في صفوف التنظيمات الإرهابية في جرود القلمون بريف دمشق كما قضت وحدات من الجيش على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين ودمرت عددا من آلياتهم في درع البلد وبلدة طيسيا وفي الغارية الغربية والسحيلية وفي محيط خزان الكرك ومحيط حديقة الأربعين وشمال الغربي بلدة عطمان بريف درع وفي ريف حمص أحكمت وحدات من الجيش والقوات المسلحة سيطرتها الكاملة على حقل جزل النفطي وقضت على عشرات الإرهابيين بعضهم من جنسيات أجنبية من بينهم أبو صهيب البلجيكي وأبو العز اليماني ودمرت أسلحتهم وعتادهم وصادرت كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم كما دمرت وحدات أخرى من الجيش أوكارا ومستودع للأسلحة والذخيرة وأليات للتنظيمات الإرهابية وأوقعت أفرادها قتلى في قرية السعن بمنطقة تلبيسة وفي الرستن ومزارع الغجر وفي ريف حماه قتل الإرهابي ديبح ديجان الأتيبي الملقب بأبي عمار الجزراوي والي تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الوسطى وأبرز المسؤولين العسكريين للتنظيم الإرهابي في عملية نوعية نفذها سلاح الجو في الجيش العربي السوري تم خلالها تدمير ركل يضم عشرات العربات القتالية في منطقة حمادي عمر بريف المحافظة الشرقي كما قضت وحدات أخرى من قواتنا على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين ودمرت عربة مصفحة وآليات بمن فيها في اللطامنة والعقيربات والقصة للجنوب وكفرزيتة وطهماز وصلبة والمستريحة أما في ريف إدلب فقد أردت وحدات من الجيش والقوات المسلحة العشرات من الإرهابيين قتلى في سراقب والسودة والظأفة ومرعيان وأبو الظهور وفي البدرية والطيبات ومجدوليا ومداجن حلوز إلى ذلك قضت وحدات من الجيش على عدد من الإرهابيين ودمرت لهم عربتين مزودتين برشاشات مضادة للطيران في تل شيب وتل أصفر بريف السويداء الشمالي الشرقي لأن الوطن يستوعب جميع أبنائه فقد تمت اليوم تسوية أوضاعي 56 شخصا في ريف دمشق ممن سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات المختصة لبدء حياة جديدة بعد العودة إلى حضن الوطن الأغلى والأسمى متعهدين بعدم المساس بأمن الوطن والمواطن ونتمنى من كل من يحمل السلاح يسوي وضعه يسلم حاله بأقرب وقت والحمد لله رب العالمين أحلى معاملة وأحسن معاملة من جيش العربي السوري الحمد لله طلعنا ورجال الجيش عملون أحسن معاملة الحمد لله طلعنا بخير وسلامة كل الشباب طلعت بخير وسلامة وإن شاء الله أنا بوجه رسالة لكل اللي ظلوا جوا أنه يطلعوا لبرة ويسووا وضعا ويرجعوا لحضن الوطن لأنه ما نغير حضن الوطن نتيجة للمزيد والكثير من الحوارات واللقاءات والاتصالات مع المجموعات المسلحة في المنطقة التي تقع جنوب دمشق استطعنا أن نتصل مع هؤلاء ونصل إلى اتفاق لتسليم أسلحتهم والعودة إلى حضن الوطن بناء على توجيهات القيادة السياسية بتسوية أوضاع من قرر بهم من المسلحين وإعادتهم إلى حضن الوطن عناصر فاعلين تمت تسوية أوضاع ما يقارب ستون شخص في هذا اليوم عادوا إلى حضن الوطن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أكد خلال لقائه الفعاليات الاجتماعية والدينية بمحافظة الحسكة أن الوزارة تركز في عملها على المبادرات الأهلية في المصالحات وعلى إعادة من غرر به إلى حضن الوطن المصالحة الوطنية ودورها في حل الأزمة التي يمر بها الوطن الحبيب سوريا كانت محور الاجتماع الذي جمع الوزير الدكتور علي حيدر مع عدد من وجهاء العشائري وبعض الفعاليات في محافظة الحسكة حيث تم التركيز على أهمية الحوار للوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية وتفعيل دور هذه اللجان على الأرض من خلال اختيار الأشخاص المناسبين لقائنا اليوم مع كل فعاليات المجتمع السوري في محافظة الحسكة دارت حول عنوان واحد هو تحويل هذه المحافظة أو تأصيل فكرة أنها محافظة المحبة والسلام وأن كل ما يعتري هذه المحافظة لا يخلو من أنه سحابة صيف وأن أبناء هذه المحافظة أكدوا بمختلف ألوان الطيف الواحد على أنهم جذور سابتة في الأرض السورية هذا اللقاء وهذا الاجتماع وهذا الحوار الذي جرى اليوم هذا يزيدنا أن نكثر من الجهد مع المكونات المجتمعية لكي تؤازرنا لكي تساعدنا في أن نحث الأخوة المواطنين الذين لديهم أوضاع أمنية خاصة أن يسلموا أنفسهم ليعودوا إلى حضن الوطن هذا وقد شارك الحضور بطرح العديد من الأفكار والرؤى التي تطور عمل اللجان بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المصالحة الوطنية من أجل تخطي المؤامرة التي أحيكت للشعب السوري لمسنا من كل الأطراف بأن هذه المحافظة وأبناء الشرفاء هم الحريصين وهم المؤكدين على وحدتهم الوطنية رغم كل المؤامرات التي تحاكي ضدهم عملنا كثيرا في لجنة مصالحة بغويران بعادة تقريبا أكثر من 90 مسلح سلموا سلاحهم إلى الحكومة وحصلوا على وثائق تسوية وذهبوا أحرارا قامت مجموعة إرهابية بي 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 قضاء على قرى بأكملها 9 إلى 10 قرى جنوبية 1400 عائلة لجوا إلى مدينة الحسك ومدينة قامشلي اللي نريده من وزارة المصالحة أو نجد المصالحة إعادة الأهالي إلى أهلهم من الأمور اللي طالبناها مقر لجنة المصالحة وتعيين رجال صادقين وطنيين وقد قام الوزير حيدر بجولة ميدانية برفقة محافظ الحسك المهندس محمد زعالي العلي مع عدد من المعنيين بزيارة الكنيستين السوريانية الأرثودوكسية والأشورية في المدينة مشددا على ضرورة بذل كافة الجهود للإفراج عن الأشوريين المخطوفين لدى تنظيم داعش الإرهابي اللواء محمد إبراهيم الشعار وزير الداخلية يؤكد خلال لقائه خرجي دورات صف ضباط وأفراد من مختلف الاختصاصات أن قوى الأمن الداخلي تقف جنبا إلى جنب مع أبطال قواتنا المسلحة لدحر التنظيمات الإرهابية التي تعبث بأمن الوطن دا اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أن كل ما يجري على الساحة السورية من قتل وتخريب ومحاولات هدم بنية المجتمع السوري والدولة السورية من قبل العصابات الإرهابية المسلحة والمدعومة بالمال والسلاح من أمريكا والعدو الصهيوني وأدواتهم في المنطقة يهدف للنيل من موقع سوريا وقدرتها واستقلال قرارها لتمسكها بمواقفها المبدئية وبالحقوق العربية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه بهدف النيل من موقع سوريا وقدراتها سعت إسرائيل أن تدفع بالولايات المتحدة الأمريكية والغرب لأن يحبك المؤامرات والمؤامرة تلو المؤامرة على سوريا وشعبها لأنها كانت دائما سوريا هي في مقدمة كل أشقائنا العرب كانت في مقدمة وفي طليعة كل من يطالب بحقوق الشعب الفلسطيني سوريا التي كانت دائما بالمرصاد لكل المخططات التي تحاك على المنطقة العربية سوريا دائما كانت هي التي تقول لا لأي مشروع يستهدف سيادة بلادنا وبين اللواء الشعار خلال لقائه خريجي دورات صف ضباط وأفراد من مختلف الاختصاصات أن سوريا بشعبها وجيشها وقواها الأمنية مستمرة في مكافحة الإرهاب حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل تراب الوطن مشيرا إلى أن قوى الأمن الداخلي أثبتت على امتداد ساحات الوطن قوتها وصمودها وإيمانها بوطنها وقائده وكانت دائما جنبا إلى جنب مع أبطال قواتنا المسلحة في دحر التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تعبث بأمن الوطن أنتم الذين ستحملون راية القانون راية النظام أنتم الذين المؤهلون للقيام بواجباتكم الوطنية للحياة وخاصة في هذه الهجمة التي يتعرض فيها بلدكم سوريا الحبيبة إلى أشرس أنواع المؤامرات التي تحاك ضد أي شعب في العالم وشدد وزير الداخلية على أهمية التدريبات والعلوم المسلكية والعسكرية والمعرفية التي تلقاها الخرجون في تمكينهم من أداء واجباتهم الوطنية في تطبيق القانون وحفظ الأمن والنظام بحيث يكون مصدر أمان وطمأنينة للمواطنين وخاصة في ظل الظروف التي تتعرض لها سوريا أصيكم أن تحافظوا على مهاراتكم وتطوروها التدريب والتأهيل يبدأ في وقت ما لكنه لا ينتهي أنتم كرجال قوى الأمن الداخلي تواجهكم تحديات حفظ النظام العام النظام العام عنوان كبير ينضوي تحته مجموعة كبيرة أيضا من الآليات والإجراءات التي يجب أن تقومون فيها من واجباتكم أن تقضوا على الجريمة وتقصوا المجرمين من واجباتكم أن تحافظوا على كرامات مواطنيكم من واجباتكم أن تؤمنوا كافة الخدمات التي تطلب من عنصر قوى الأمن الداخلي ودعا اللواء الشعار الخريجين إلى التسلح بقواعد الانضباط من خلال تنفيذ المهام المكلة إليهم بعزيمة أشد والتمسك بالقوانين وتطبيقها بما يصون حقوق المواطنين ويحفظ كرامتهم والعمل على رقم أي فجوة بين رجل الشرطة والمواطن أينما وجدت قيادة فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي والشعبة الاقتصادية شخص الوضع الراهنة لليرات السورية في ندوة عقدت في قاعة السابع من نيسان بمبنى الحزب في ملعب المصرف المركزي بقيت الكرة حيث لم يحضر بشخصه وبقيت التساؤلات قائمة والمناقشات صريحة تنتظر ولو إجابة أو ردا من الجهة المعنية السياسة النقدية التي انتهجها مصرف سوريا المركزي ومن هم الفاعلون بتثبيت سعر صرف الليرة واستنزاف مدخرات سوريا المالية وسياسة النائب النفس التي اتبعها القطاع المصرفي ضمن الأزمة قضايا كبيرة ناقشها الفريق الاقتصادي في حزب البعث العربي الاشتراكي والمعنيين بالشأن الاقتصادي والفعاليات الاقتصادية والتجارية في سوريا نحن بحاجة أن نسمع صوت حر جري مواطننا بحاجة أن يرى من خلال هكذا الندوات الوضع الاقتصادي ما هي عن عكاسات هذه الحرب نحن نعيش الآن حرب اقتصادي بكل مال الكلمة اسمعنا كلام مسؤول اسمعنا كلام جري هذا ليس فيه ضرر بالعكس نحن ينقصنا المصارحة ينقصنا المتابعة ينقصنا أن نسمع آراء بعضنا البعض وموضوع الاقتصادي هو موضوع يهم كل مواطن مسؤول وغير مسؤول أنا يجب أن أعرف المئة ليرة التي في جيبي ماذا أستطيع أن أشتري بها مواطن سواء أن كنت تاجر أو موظف أو أصاحب دخل محدود أو غير محدود يهمه بالنتيجة أن المال الذي يجيبه ماذا يستطيع أن يحصل به ندوة البعث الاقتصادية شخصت الوضع الحقيقي للليرة السورية والاقتصاد السوري ووضعت النقاط على الحروف لكن لحلول تذكر وبقي اقتصادي سوريا بين أخذ ورد ووضع يتفاقم ليبقى اللغم الاقتصادي حبيس المتلاعبين برمز سيادي لا يدركون حجم الخسارة الذي سيحدثها إذا انفجر الهيئة الوطنية للأولمبياد العلمي السوري تبدأ اختباراتها العلمية لاختيار الفرق الوطنية التي ستشارك في الأولمبيادات العالمية الأولمبياد العلمي السوري يبدأ رحلة جديدة نحو تشكيل الفرق الوطنية التي ستشارك في الأولمبيادات العالمية وضمن منهجية الهيئة في العمل على التفوق العلمي المحلي والتألق العالمي أقامت لهيئة اختبارات انتقاء عضاء الفرق العلمية الوطنية بمشاركة أكثر من مئة شاب وشابة من نخبة مبدعي الأولمبياد القادمين من مختلف المحافظات نعم نقدم اختبارات انتقاء الفرق الدولي للمشاركات العالمية الأسئلة محتوى طبيعي يكون صعب وأصعب من السنوات السابقة لأنه نحن صبيتنا العلمية عم تتطور كل سنة أكثر من سنة درسته تعبيته والأسئلة صعبة تماشية مع المستوى اللي عم يكون برها وإن شاء الله بنطلع من نرفع بلدنا برها الاختبارات شملت مواد الرياضيات الفيزياء الكيمياء والمعلوماتية والعلوم الطبيعية استعدادا للمشاركات العالمية حيث يحظى الأولمبياد باهتمام حكومي كبير إيمانا بأهمية هذه التجربة ونجاحات التي حققتها الفرق العلمية في مختلف المسابقات المحلية والعالمية عدد الطلب من التعليم السانوي المشاركي زاد عن السنوات الماضية من الطبيعي طبعا أن يكون هناك أثر لهذه الزيادة الكمية فنحن والحمد لله طلبتنا في السنوات الماضية بجهود الهيئة الوطنية بلغوا منصات تتويج ولكن الأهم الآن هو المحافظة على الوصول لهذه منصات تتويج وهذا يتطلب المزيد من العمل جهود المبزولة سواء على مستوى الإداريين أو على مستوى المدرسين أو المدربين جهود عظيمة جدا تجعلنا نرفع رأسنا ونفتخر فعلا بكوادرنا سوية الأسئلة عالية تحاكي بشكل كبير سوية الأسئلة التي تطرح على المستوى العالمي لدي أحساس أنه سيكون لدينا نتائج جيدة جدا هذا العام خصوصا أن الهيئة حصدت العديد من النتائج على المستوى العالمي منهجية وتخطيط عالي المستوى نحو هدف إنشاء شباب سوري مسلح بالتمييز العلمي يمثل سوريا ويحقق تقدمها افتتح الدكتور هزوان الوز وزير التربية وأليزابيث هوف الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في سوريا افتتح معرض رسومات تلاميذ مدارس مرحلة التعليم الأساسي والذي حمل عنوان صحة عنوان نجاحي حيث تم تكريم 46 لوحة فائزة تضمنت أهمية اتباع العادات والسلوكيات الصحية للحفاظ على الصحة العامة لأنهم الأطفال بعوالمهم الخاصة كان لابد من مخاطبتهم بطريقة غير تقليدية بعيدة عن المباشرة والسطحية ولهذا كان المعرض الفني الذي يستطن العديد من التوجيهات الصحية والتربوية التي عرفت وزارة التربية كيف ترويجها في هذا المعرض عبر الألوان الجميلة والرسم الفني نشكر منظمة الصحة العالمية لتعاون معنا كمؤسسة تربوية خاصة وأن المؤسسة التربوية هي تعادل ربع سكان القطر من حيث عدد السكان فتحميل الرسائل من خلال أبنائنا التلميذ هو خير وسيلة للوصول إلى كافة مناحي المجتمع وهذا المعرض طبعا هو تضافر فكرة نبيلة مع أيضا مهارة فنية للوصول والتعزيز للقيم التربوية الصحيحة لتصبح سلوك تربوي في حياة أبنائنا لست منبهرة بعدد المشاركين في المعرض فقط بل أيضا أعجبتني الأفكار التي طرحها الطلاب والمستوى الرفيع والثقافي العالي لديهم والأهم هو أن يقول الأطفال هذه الرسالة الأطفال كانوا في الوقت نفسه هادفين ومستهدفين عبر مشاركتهم الفعالة في الرسومات خصوصا وأن العديد من الأمراض بدأت تهدد مجتمعنا التربوي وجميعها من مفرزات الأزمة المحدقة بالوطن هنا يغسلوا قبل ما يأكلوا وهنا هذول يغسلوا وهذول يطيروا الطيارات وهنا مجهز الأكل ما في أمراض لأنه نحن قبل ما نكون الصندويشة كمان نغسل إيدينا وبالبيت شو دور أهلك بتوعيتك مشاركة أطلق مركز القياس والتقوين في وزارة التعليم العالي دورة تدريبية لإدارة الاختبارات الوطنية للتعريف بأهم واجبات ومهام اللجنة المشرفة على الاختبارات والضوابط الصارمة لتحقيق نزاهة الاختبارات الوطنية وعدالتها في الماضي كانت وسائل الغش في الامتحان بداية كالكتابة على اليد أو على قصصات وراقية صغيرة والمعروفة بالراشيتة لتتطور وتصل إلى سماعات الموبال السلكية وآخر ما عرفنا به ليست السماعات اللاسلكية فحسب بل المخفية داخل الأذن أيضا والتي من الصعب جدا اكتشافها من قبل المراقبين ولخطورة هذه الممارسات أقام مركز القياس والتقوين في وزارة التعليم العالي دورة تدريبية لإدارة الاختبارات الوطنية وتأهيل كوادر مدربة تنجزها بالسوية المطلوبة مؤسس تعليم العالي بالعاملين هي معنية بإنجاح الامتحان الوطني وإن شاء الله امتحان الوطني إلى نجاح حاولنا نمرر الفكر الأساسي أن الامتحان الوطني هو معيار أساسي في الحكم على جودة المخرجات من الجامعات السورية سواء كانت في الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة هذه الدورة هي دورة تدريبية لإدارة الاختبارات الوطنية أجراها مركز القياس والتقوين لأول مرة من أجل إعداد الكادر القائم على إدارة الاختبارات الوطنية من لجان مشرفة ولجان مراقبة والمراقبين من أجل توحيد المعايير واتباع نفس معايير النزاهة والأمانة والجودة من أجل الارتقاء في التعليم العالي تضمنت الدورة أهم الواجبات ومهام اللجنة المشرفة على الاختبارات الوطنية وألية ضبط العملية الامتحانية وضمان جودة الأمن العلمي والتربوي وتعريف المتدربين بوسائل الغش المستخدمة وكيفية اكتشافها والتعامل معها اطلاع على أحدث الأساليب بكشف حالات العشو والانتحال اللي بتتم استخدامه الامتحانات الوطنية ومشان الحرص على مصلحة أبناء الطلبة والحرص على جودة الامتحانات الوطنية في وزارة التعليم العالي عرفتنا الدورة بأهم معجبات المشرف وكيف يهيئ الجو المناسب للطالب بنفس الوقت كيف هو يقدر يتصرف في حال أي خطأ صار أي التباس عزيزي الطالب يفضل أن تدرس من الآن لامتحاناتك وأن تعتمد على ما لديك فقط فوسائل الغش في الامتحان أصبحت معلومة للمراقبين وزمان أول قد تحول لأنها العاصمة دمشق لذلك فإن حجم مسؤوليات مجلس محافظة دمشق مضاعف لتقديم أفضل الخدمات التي تليق بالعاصمة ملف اليوم مشاهدين يتناول قضايا تهم المواطن تم طرحها في جلسات مجلس المحافظة في دورته العادية الثانية ركز مجلس محافظة دمشق خلال جلسات دورته العادية الثانية للعام الحالي على العديد من القضايا الخدمية وغيرها ومنها ضرورة ضبط أسعار الأدوية والتشدد في مراقبة صيدليات نظرا لوجود تفاوت كبير في الأسعار بين صيدلية وأخرى والعمل على توفير أدوية الأمراض المزمنة ولا سيما أمراض الكلا والكبد نظرا لارتفاع أسعارها وعدم قدرة المرضى على شرائها ودعا أعضاء مجلس المحافظة إلى مراقبة سلامة الألبان والأجبان واللحوم والأسماك المجمدة ومعالجة ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية لحظ ظاهرة التفاوت في أوزان استوانات الغاز والإسراع في تنفيذ مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية في كفرسوسة وزيادة مخصصات مخبز مساكن برزة حرت النازحين من مادة الدقيق التمويني كما شدد المجلس المحافظة على ضرورة تحقيق العدلة في التقنين الكهربائي بين أحياء المدينة وتنظيم الضبوط مخالفة بحق باصات النقل الداخلي التي لا تصل إلى نهايات الخطوط المرسومة في وقت التقاضى فيه إجور كامل الخط مهما كانت المسافة قصيرة وأكدوا دروة معالجة واقع الصرف الصحي في مشفى ابن النفيس لتصريفه ضمن الأراضي الزراعية وإيقاف التجاوزات في حدائق المدينة وتطوير عمل الصرافات الآلية والعاملين الفنيين والإداريين كما دعا مجلس محافظة دمشق إلى إزالة المطبات في شارع الثورة ومنطقة المزة 86 ونقل مركز السيانات المحافظة من منطقة برزة إلى أي مكان آخر مناسب والإسراع في إنشاء الغرف الصفية مسبقة الصنع في منطقة عش الورود وتفعيل وتشغيل محطة ركن الدين لتكرير المياه والإسراع في إنجاز مركز خدمة المواطن وتوسيع الطريق الرئيسي بكفرسوسة وتساءل الأعضاء عن موعد توزيع إنذارات الإخلاء في المنطقة التنظيمية الأولى للمرسوم 66 وعن موعد صدور المخطط التنظيمي المعدل للمنطقة الثانية وسبب تأخر المراسلات بين السجل المدني في دمشق والمحافظات كما أوصى مجلس المحافظة بإيلاء النظافة المدرسية الاهتمام الكافي ولا سيما بعد انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي نوع ألف في مدينة دمشق واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص في المدارس للحد من انتشاره وتوفير مستلزمات النظافة فيها بالتعاون مع مديريات الصحة المدرسية بين الطلاب